من ناحية أخرى شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لتجمع أصدقاء العمل المناخي والذي يضم عددا من الجهات الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة بالتعاون متعدد للأطراف وذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع شركاء التنمية والمسؤولين الحكوميين في إطار دفع العلاقات الاقتصادية لمصر مع شركاء التنمية واستعرضت وزيرة التعاون الدولي ما تقوم به مصر من مشروعات كبرى لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاركة حتيتة من القطاع الخاص وتحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالعمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030